ورح نتحدث كاثي في مجال آخر وهو مشروع رمال الذهبية هذا المشروع الذي تم تأسيسه من قبل ضيفتنا لليوم رح نتحدث أكثر عن هذا المشروع الذي يقام على أسطح المنازل بشكل عام كاثي وأيضا إبراهيم مثل هذه النوعية من الزراعة بتوفر أول شيء مياه يعني أنت بتزرع الأسماك ومن المياه الموجودة اللي بيسبحوا فيها الأسماك وبعيشوا فيها الأسماك هي مياه فيها معادن وفيها فيتامينات نوع من أنواع السماد للزراعة اللي نحن بدنا نزراح هل تكون معنا رهام المغربي مؤسس فكرة لمال الذهب صوفي خلينا تعرف أكثر عن هذا الموضوع وأيضا عن نجاح هذه الزراعة صباح خير أهلا وسهلا فيك صباح خير أهلا فيكم أهلا وسهلا يعني أول شيء جهودكم مباركة نتحدث عن هذا المشروع أولا وفكرة المشروع كيف جاءت؟ فكرة المشروع جاءت لأنه أنا شخص بحب أزراع وبيتي عبارة عن شقة ما عندنا أرض نزراع فيها فبتعرفوا البضع الطبيعي نزراع بكواوير عادية بالبيت التحدي أنه أي بيت فيه خزان مترين مي البضع الطبيعي ما بنقدر كتير نصرف بالمي تشجعت أخذ دورة مع نقابة المهندسين الزراعيين عن الزراعة الهايدروبونيك كان كتير الكل متوجه إليها وحبيت الزراعة ولكن ما عجبني موضوع المحليل أنه بده كتير دقة وبده حرفية عالية ظليت أتعلم توجهت أني أخذ دورات بالأكوبونيك كانت بمصر أخذ دورة أكوبونيك وبعدين كان فيه نظام متطور شوي اللي هو الساندبونيك عشان يوفر موضوع الفلاتر فأخذت برضو دورة بالساندبونيك وبدأت أقدم كأي ريادة أعمال للمسابقات أو الجهات الداعمة طبعا كانت لحده هون مجرد فكرة أي جهة كانت تحكي للمشروع غير قابل للتطبيق لأنه أنا فعليا بس دارس وقارئ لساتني مش منفذ قررت أني كان بداية إغلاق كورونا وإحنا قاعدين بالبيت قلت لأ خلص لازم أنفق طبعا عم يرفضون العالم ليس أحدا راضي يقتنع بالفكرة فإحنا كل الدنيا مسكرة قلت خلص يعني لازم نعمل هذا النموذج عندي برندا وما في أدوات طبعا السوق كلها مسكر اضطرنا نعمل إعادة تدوير من مواد موجودة بالبيت وبلشنا بأول نموذج كان بالبيت في نفس الوقت كان عنا مسابقة مع اسمها بصمتي بين الجامعة الهاشمية واليونسيف قدمنا لها وأخذنا منهم تمويل وكانت هذه البداية نحن نستعرض بعض الصور النموذج هذه خلال مشاركتنا ببازار الإبداع كان بحضور وزير الشباب طبعا بدي أرجع أنا للنقطة الأولى أنه إحنا نفذنا وأخذنا هذا التمويل ولكن أنا اضطرت أني أرفض هذا التمويل لأنني حسيت أني أنا مش مستعد أعمل مزرعة بهذا الوقت أنا مش جاهز يعني الإنسان بكون مندفع بلحظة معينة برجع هيك بضبط أموره فإني أنا بدي أدير مزرعة كاملة يعني هذا إدارة نموذج مش زي إدارة مزرعة رجعت اشتغلت على حالي أكتر عرضت المشروع على آية كانت آية هي مهندسة معمارية عجبها كثير المشروع وبلشنا نشتغل سواء قدمت لحاضنات الإبتكار بوزارة الشباب وعرضنا نموذج لوزير الشباب بافتتاح حاضنة الأعمال وعجبوا كثير المشروع وطلب مننا نقدم لهم بروبوزل حتى ننفذ مشروع داخل وزارة الشباب حال كان هاي النقطة الانطلاقة بعدها من خلال مؤسسة نهرين الأردن كما نقدمنا لهم أعطونا تدريبات تسويق تربية أسماك كيف أنت تدير عملك يعني كثير تدريبات مختصة وبلشنا أعطونا أول تمويل وبلشنا فيه ننفذ ننفذنا طبعا على أسطح المنازل زبائن هي الفكرة أنه أنت بدك تعمل هذا المشروع على سطح البيت ما بعتمد على الأرض الزراعية أبدا على الراضي الصحراوية ممكن تقيمه لأنه هو ما بعتمد على الأرض فأنا أسأل إيش بتم الزراعة فيه يعني إيش أنواع الزراعات أو المزرعات التي تنفع أن أقوم فيها من خلال هذه الزراعة أنا ببيتي أريد أن أعمل اكتفاء ذاتي نظام السندبونك كونك أنت تزرع برمال السيليكا هو نظام كثير مرن مدام أنت المنطقة طبعا الزراعة تعتمد على المنطقة ارتفاعها عن مستوى سطح البحر ولكن بشكل عام نستطيع أن نزرع فيه الورقيات الثمريات والدرانيات كل الأنواع نجحت حتى أزهار القطف نجحت فيه كل شيء زرعنا عملنا بجوز بالصور بيّنت هل مثلا مفيد للمزارع الكبيرة ممكن تقلع عليهم الكلاف المياه مثلا الأسمدة سرعة النمو طبعا إذا أنت عندك أرض غير زراعية لأنني أحرام أدمر الأرض الزراعية نحن نحكي مثلا بالصحرة بدي أعمل نموذج على أرض غير زراعية طبعا هو سرعة النمو أسرع بكتير من زراعة تقليدية يوفر بالمي من 70% إلى 80% كونه أنا دائرة مغلقة عندي صحيح لا يذهب غير النتح أولا يذهب بالتبخر ويذهب بالمتص النبات كمان وهي نسبة كتير متدنية بنفس الوقت جودة الثمار هي مرتفعة لأنه أنا هنا ما استخدمت أسمدة كيموية ولا موبيدات لأنه طبعا ما بدي أثر على الأسماك الأسماك إحنا من ربي سماك البلطي والكارب بتقدر يتاكل منه حتى بنزيد ثقافة الناس حتى يتحولوا لأكل الأسماك وبنفس الوقت عندي نبات صحي خالي من منتبقيات الأسمدة ونعرف أنه ارتفاع نسبة أمراض السرطان وأمراض الأجنة واحد من أسبابها متبقيات الأسمدة والكيمويات فأنا اليوم لأي حدا بحب يأكل أكل صحي وبحب الزراعة بنفس الوقت بصمم له نموذجه بنفذ له ياه وبدربه عليه وبظل متابع معه لمدة سنة كاملة حتى يصير متقن تماما لهذا النظام الاكتفاء ذاتي نعم بقدر يزرع كل شيء يختاره ببالك بهذا النظام نتحدث عن بقرة عن الفضلات الصفرية خلينا نحكي بالإضافة إلى استخدام تقنيات IOT للمراقبة والمعالجة مثل هذه التقنيات هل من سهل استخدامها مثلا لأي شخص هل يمكن تدريبه على استخدامها هل سهل أني موضوع أزرع في الرمل وأتابع من خلال تقنيات طبعا هذا النموذج سهل جدا لأي حدا لا أريد أن أعلم كبير مجرد أنت ما تتعلم تقدر تدير نظامك يعني آخر بيت بلاستيكي عملنا كان في تقنية IOT هو طبعا نظام مراقبة ومعالجة أنت ما بتضطر حتى تنزل على البيت البلاستيكي مرة كل أسبوعين يعني بيعطيك هو بيدير النظام طبعا نظام الري مؤتمت نظام قياس الرطوبة ودرجة الحرارة نظام الإطعام السمكة الوجبات الري ومعالجة لأنه إذا مثلا ارتفعت نسبة الأمونيا بالمي أنا عندي نظام معالجة فورا بتصرف جزء من المي وعندي خزان مي احتياطي محطوط فيه حمض بنزل بعادل بعادل الحموضة بتمشي أموره مكلف طبعا النظام مش مكلف أبدا اتعرفنا على مهندس ميكاترونيكس أحمد بدران وكان إنسان رائع جدا ومتعاون ومجهد تحية أكيد أكيد طبعا لأنه هو إنسان جدا رائع وفنان خلينا نحكي عملنا هذا النظام وكان ممتاز جدا أنت بك في أنه على تليفونك تمسك التليفون وتشوف القيم ذوبان الأكسجين البي اتش كل أمورك تمام وممكن كمان تحوله إلى يدوي عش بينقص أنه ينتشر بالأردن عش زيارة الوعي أنا كل ما كنت واعي بأهمية الغذاء الصحي طبعا هون إحنا ما بنحكي عضوي لأنه هو مش ميخد شهادة أنه هو غذاء عضوي ولكن هو غذاء صحي لما تنتشر ثقافة الغذاء الصحي أنه أنا لازم أكل أكل صحي لما أعرف شو مخاطر زياء متبقيات الأسمدة والمبيدات الموجودة بالأكل أنا بأكله كمان يعني هيك بتتوجه الناس أكتر لهذا النوع من أنواع الأنظمة يعني لما نتحدث عن هذا المشروع وفوزه أيضا بالمسابقات اللي تم المشاركة فيها نتحدث عن هذه المسابقات وأيضا لما نتحدث عن انتشاره في المملكة هل فعلا نحن نتحدث بأنه شخص قام بإنشاء هذا النموذج على سطح المنزل أو حتى في المكان المتاح عنده رح يحصل على اكتفاء ذاتي هل رح يكون فعلا فيه مخرجات على أرض الواقع؟ أنا بدأ أحكي لك من تجربتي أول نظام عملته ببيتي كان الكل مستغرب أنه قتلتي البرندة عشان تعملي طب ما هي الخضرة موجودة بالسوء بس أنت ما بتحس بمتعة الزراعة ببيتك إلا لما تشوفها قدامك طبعا زرعنا كل شيء كل شيء بموسمه من فول فاصولية زهرة بتنجان وكان طعمها مختلف تماما يعني حتى أنت بتحس بمتعة القطف لما تأكل من بيتك صار يثير الفضول عند الناس يجوا يتفرجوا عليه ومن هون نفذنا أكثر من نموذج للناس كمان قابلنا معالي وزير الزراعة وعرضنا عليه المشروع وكان كثير متحمس واستقبلنا في مكتبه وحاول دعمنا دخلونا ببرنامج الزراعة العضوية مع مهندسة أمام خوالدة ومشينا معهم بهذا البرنامج والآن أنا بصدد أني أسس شركة وأبني مزراتي لأن اليوم أنا حسيت أني قادر أني أنفرها جاهز بالضبط أنا هلأ صار عندي المعرفة والخبرة الكافية لحتى أنشأ هاي المزرات طب سؤال مثلا إذا الواحد يعملها ببيته قديش مثلا بتكلفه شخصيا إيش صغير على قده مثلا يحب مثلا يخد له شوية باكدونس نعنع تحطيله مثلا فول بتنجان زهرة بندورة هي الكلفة أبدا مش عالية يعني أنت من 500 دينار فقط بتقدر تعملي ببيتك وتحصلي على محصول غني متنوع طبعا يعني كمان ناس كتير دعمتنا لما عرفوا أننا شركات ناشئة يعني بتيجي بتحكيلوا والله ترين على شركة معينة أنا عندي مشروع ناشئ وبيدي أعمل بروتوتيب بتتفاجأ قدي الناس متعاونين ويحب الخير طب سؤال أنا مثلا لما أزرع فيها المرة هاي زراعة فول وفصوليا بتنجان زهرة لما بدي أخلص أشي لازم مثلا نخلص هذا يضله هيك ولو ممكن أزرع المرة تاني إشي تاني أه طبعا بتغيري هو بتقدر شوف انت حكيت نقطة الفضلات الصفرية نعم إحنا فضلاتنا صفرية ليه؟ لأنه أنا كل مخلفات المزرعة أحولها ل بوسطة كائنات حية هلأ هاي الكائنات الحية هي موجودة بالرمل فهي بتنقيلي الرمل من كل الجذور متبقيات الجذور والميتة فأنا عندي التربة صالحة أني أزرع فيها أي شيء بأي وقت وهذا كمان طبعا شيء ممتاز يعني مجرد أنا ما خلعت اليوم الموسم مثلا أنا بالشتاء زارع فول خلعته بقدر على طول أزرع أي شيء أنا بديها بعدها هو صالح هو ناجح تماما والله إنه شيء رهيب رائع بالنسبة للمسابقات والجوائز التي حصلت عليها نتحدث عن هذه الجزئية وكيف كانت رددة فعل الناس يعني بأي مصابقة وبأي جائزة تعريفكم لهذا المشروع كيف كانت ردود الأفعال إحنا فزنا بمصابقات كثير وقبلها كنا فانشلين طبعا مصابقات أبدا أمره ما كان اسمه فجر ما في نجحنا لما نفذنا على أرض الواقع صرنا نقدر نقنع الطرف الآخر بفكرتنا لأنه أنا صرت مؤمن فيها ومنفذها إحنا فزنا بمصابقة مع TTI فزنا بمصابقة كينز كلاب بأسبوع الرياضي العالمي كمان مع اليونسيف بصمتي واليوم إحنا كمان مشاركين بالملتق السادس للشباب تأهلنا المرحلة النهائية لسه بكرة بتطلع النتائج إن شاء الله الله يسعدك يا رب وهذا أشي بيخلي الناس عن جد تتحمس لما تشوف أنت بمكان صغير وممكن بجوز واحدة من الصور ظهرت لكم النموذج العمودي ما بيأخذ مساحة أنت ببيتك بتقدري تزرعي لو نباتات داخلية لو بدك فراولة أو فواكه كله هذا بنجح إحنا زرعنا الكشمش والتوت البر كان ناجح في هذا والله بتعرف شجعتنا أننا نحطها ببيوتنا للأمان أنا شجعت من خلالك أول إشي نشكرك على وجودك معنا الإلهام بيبدأ بفكرة وانتي فعلا إنسانة ملهمة لما بلج المشروع بلج انتي ذكرت بأنه كان فيه محبطات كان فيه تحديات ما قدرت تطبقي ولكن أخذ وقت بس لما حسيتي أنك أنت جاهزة طبقتي وانجحتي فبدنا نشكرك على الطاقة ما هو الفرق بين إنسان الناجح والذي بيخلق فرصة الاستمرارية والمتابرة فشكرا شكرا على النفس الجميل أبدا واجبنا نحن دائما نصلة الضوء على كل شي ناجح بمجتمعنا شكرا جزيلا شكرا لكم يعطيكم ألف عافية أهلا شكرا لكم